موسيقى مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي خاص التمس حلقة اليوم نخصصوا للحدث الأبرز الذي ترقبوا عاشق كرة القدم حول العالم برشلون الإسباني في مواجهة يوفينتوس الإيطالي للطفر بأغلى لقب على مستوى الأندية في العالم موضوع الحلقة هو من الأوفر حظا لتربع عاشق الكرة الأوروبية للأندية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الآراء أنصار يوفينتوس معنا من العاصمة الكويتية رئيس رابطة المشجعي السيدة العجوز في الكويت أحمد حسين يوسف أحمد مرحبا بكم أنتم على خط التماس كما هو الحال بالنسبة لبرشلونة ويوفينتوس إذن مشاهدين قبل بدء الحوار أذكر بنتيجة التصويت المباشر حتى الآن فريق برشلونة يتقدم بخمسة وستين في المائة مقابل خمسة وثلاثين باب التصويت سيبقى مفتوحا حتى الإعلان عن النتيجة النهائية نهاية هذه الحلقة إذن أرحب بكم من جديد في خط التماس يوسف أحمد وأبدأ مع يوسف من العاصمة الأردنية عمان وفريق برشلونة التصويت حتى الآن هو لصالح برشلونة خمسة وستين في المائة مقابل خمسة وثلاثين المطابعة الحال أنت تعتقد أن برشلونة هو الأوفر حضا للفوز بلقب تشامبينز ليغ لماذا؟ نعم أكيد برشلونة هو الأوفر حضا للفوز باللقب البرشلونة يمتلك كل المقومات للفوز بدور الأبطال ويملك ترسانة هجومية قوية بقيادة ميسي إلى جانب نيمار وسواريز وأخط وسط مثالي بتواجد أنيستا وبوسكيتس وراكيتش برشلونة لكل المراقبين والنقاد يرشح برشلونة للفوز والإطاحة بالفريق الإيطالي يوفنتوس وأحراز الثلاثية هناك في برلين أحمد مرحبا بك أنت معنا من العاصمة الكويتية فريق برشلونة له أقوى هجوم أقوى خط وسط النقاد الكل يرشح أو يرجح كفة فريق برشلونة كما قال المشجع ومثل آراء فريق أو أنصار فريق برشلونة حتى المسوطون في هذه الحلقة التصويت لصالح برشلونة لماذا تعتقد أن فريق يوفنتوس يمكن أن يفوز بالنهائي في برلين يوم السبت أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم أمسي عليكم على الشهادة المشاهدين بالنسبة طبعا نادي برشلونة نادي كبير الكل متوقع أنه سيأخذ هذه البطولة يمتلك خط يجوم قوي نص قوي دفاع نوعا مازين بالنسبة لنا كيفاوية عندنا خط هجوم من تيفيز وموراتة وعندنا هم خط نص قوي نفس ثقل برشلونة من بيرلو من بوكبا فيدال ماركيزيو وعندنا خط نص خط دفاع إن شاء الله قادر يوقف الهجوم البرشلوني إن شاء الله إذن بالنسبة لحسين بالنسبة لليوسف بالنسبة لفريق برشلونة المفاتيح التي يمتلك فريق برشلونة للفوز بيئة المباراة كين سيتم الحسم في هذه المباراة تحدثت عن وسط الميدان تحدثت عن الهجوم أين هي المفاتيح التي بحوزت فريق برشلونة بدون الكلام بطريقة عامة عن وسط الميدان عن الهجوم كيف سيلعب برشلونة كيف سيفوز بالمباراة برشلونة سيضغط من البداية وسيكون له اليد العليا في المباراة يكفي وجود ميسي لخلخة الدفاعات اليوفنتوس وأيضا وجود نيمار وسوريز نيستا مفاتيح عديدة لبرشلونة حتى أن المدافعين قادرين على التسجيل لا أعتقد أن يوفنتوس سيصمد كثيرا في المباراة النهائية ولا أعتقد أن يوفنتوس لديه حضوض لتخطي عقبة برشلونة برشلونة هو الأجدر بالفوز وبرشلونة المستوى الذي يقدمه رائع جدا ويمتلك كل الأدوات للإطاحة بيوفنتوس وتحقيق فوز حتى كبير جدا في هذا النهائي أعتقد أن برشلونة ربما هذه المواجهة ستكون سهلة وقادر على تجاوز الدفاع إيطاليا خاصة أيضا غياب هناك لكليني اليوم سيغيب رسميا عن النهائي لذلك هناك يوفنتوس في حيرة تماما كيف يمكن لهم إيقاف برشلونة لا أعتقد أنهم قادرون على فعل ذلك أبدا كيف ستوقفون برشلونة؟ أحمد حسين كيف ستوقفون فريق برشلونة؟ طبعا فريق برشلونة رح نقدر رح نوقفهم بوجود خط دفاع قوي صلب قادر أن يوقف ميسي وقادر أن يمسك نيمار وقادر أن يمسك سوارز عندنا خط هجوم صعب على دفاع برشلونة أن يمسكهم رح إن شاء الله نقدر نقوّل عليهم وأنا أرى أن المباراة ستوقفون إن شاء الله أحمد لحد الآن لم يستطع ولا فريق في أوروبا لا فريق في إسبانيا ولا فريق في أوروبا احتواء خطورة التلاتي نيمار وميسي وسوارز كيف سيتمكن فريق يوفنتوس من القيام بهذا في ظل غياب كيليني؟ نشوف طبعا غياب كيليني مؤثر بس دايما اليوفي هالسنة منظوميته غير لعب جماعي رح إن شاء الله قادر يوقف الهجوم الخطر اللي عند برشلونة وأنا أعتقد أنه ممكن يلعب فيدال مكان كيليني وينزل واحد وينزل استراره مكان فيدال خط نص قوي رح نخلي هجوم برشلونة يرجع ليه خط النص رح نقدر إن شاء الله نوقفهم يرجعون إن شاء الله لخط الدفاع يبدون يبنون هجمة من هناك على ما يصلون لدفاعنا إن شاء الله قادرين نوقفهم وغير إحنا عندنا بوفون إن شاء الله صعب إنك أنت تقوّل عليه أنا أشوف سيكون مصير بفور مثل مصير نير تأكد تماما لا لا إن شاء الله لليوفي إن شاء الله قادر يوقفهم وخط هجومنا إن شاء الله رح يقوّل عليكم إن شاء الله لا يمكن لك إيقاف برشلونة مهما فعل اليوفي مهما فعل يوفونتوس لا يمكن له إيقاف برشلونة برشلونة 120 هدف للثلاثي لا يمكن لك أبدا هذا يعتمد على دوريكم أحمد يوسف فقط سؤال ليوسف سألت أحمد من الكويت عن فريق برشلونة كيف سيوقف الثلاثي هجوم فريق برشلونة السؤال أسألك نفسه لكن بطريقة مختلفة يوسف بالنسبة لفريق برشلونة هل واجه في مشواره الأوروبي هذا الموسم دفاع مثل الدفاع الذي يمتلكه فريق يوفينتوس شاهدنا كيف يوفينتوس سمد أمام ريال مدريد في بيرنابيو برشلونة واجه أبطال الدوريات الكبرى أخرج بطل هولندا بالدور المجموعات أخرج بطل إنجلترا تراهجون ما راح تقدر أتوقف فرنسا أخرج بطل فرنسا بريس سان جيرمان أخرج بطل ألمانيا باري ميونيخ برشلونة الآن سيطيك ببطل إيطاليا عندك نقطة ضحف بالدفاع عندك بيكي لا يوجد وجود بالعكس بيكي تحصل مستوى كثيرا راح يعمل فاول راح يعمل فاول وبيرلو راح يعلق عليه إن شاء الله لا لا بيكي أصبح مستوى اختلف كثيرا وعاد إلى مستوياته في السنوات السابقة بيكي يقدم مستويات دفاعية كبيرة جدا وأيضا وجود مسكرانه إلى جانب بيكي لا أعتقد أن يوفنتوس يمكن أن يشكل أي خطر على مربع برشلونة هل أنت قادر تنسك بوغبا؟ لا يمكن ليوفنتوس أن يشكل أي خطر على برشلونة بوغبا بالنسبة شخصيا إلي لاعب عادي جدا يعني بوغبا هو فرق عالمي لأكثر والأقل بوغبا يعني لاعب عادي جدا بالنسبة لبرشلونة لكن يوسف 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 في الأمانة وانت تطلب أنك تتعاقده إياه أحمد يوسف في الأمانة بوغبا لاعب الآن كل كبار الأندي الأوروبية تهافت على هذا اللاعب بوغبا أنت تصفوا باللعب العادي نعم أعتقد بأنه مدرب شخصيا شخصيا هو لاعب عادي هذا هو رأيه احترم فقط للإشارة ولا أتمنى أن يلعب في برشلونة ولا أتمنى أن يلعب في برشلونة حتى كخليفة لتشافي لاعب عادي مستحيل يعني منك أنه لاعب عادي من خليفة تشافي؟ كخليفة حتى لو بوغبا خليفة تشافي؟ حتى أنا فقط أسأل تشافي لن لا 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 تشافي لعب من عالم آخر لا يمكن لبوغبا وغيره أن يعوض تشافي تشافي المايسترو في إيقاف كل أعظم أجبت كرة القدم في خط الوسط إذن تحدثنا الآن عن بعض المفاتيح ليس المفاتيح كلها لكن بعض المفاتيح التي يمتلكها أو بحوزة كل فريق ستكون في بحوزة الفريق في خلال المباراة النهائية ويوفينتس في نهائية تشامبينز ليك سنوصل لحديث يوسف أحمد مشاهدين نوصل لحديث لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا مشاهدين مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من حلقة اليوم من خاطرنا التماس والحديث عن الحدث الأبرز يوم السبت في العالم كرة القدم نهاية شامبينز ليك بين يوفينتس وبرشلونة ومع دائما من العاصمة الأردنية عمان يوسف أبو حميد الذي يمثل أراء أنصار فريق برشلونة ومن العاصمة الكويتية أحمد حسين ممثل أراء أنصار فريق يوفينتس ورئيس رابطة مشجعي فريق يوفينتس بالكويت أبدأ هذا الجزء معك أحمد حسين تحدثنا يوسف أبو عبيد أبو حميد عفوا تحدث فيه عن المفاتيح فريق برشلونة تحدث عن عدة لاعبين تحدث عن جافي عن إنيستا تحدث عن تولاتي تولاتي الهجوم نيمار ميسي وسواريز لكن تحدث قليلا عن بوكبا كلاعب عادي لكن حسب الكل فريق يوفينتس يضم أو يتوفر على لاعبين على الأقل أربعة لاعبين قادرين على تغيير المباراة الحارس بوفون هناك بوكبا هناك بيرلو هناك تيفيز هل تعتقد شخصيا هؤلاء اللاعبين الأربعة قادرين على القيادة الفريق يوفينتس للفوز أمام برشلونة نعم أنا أعتقد أن هذين الأربعة لاعبين هم ممتازين وهم قادرين أنهم يغيرون شكل اللعب وغير رح ننضيف إياهم لاعب ثاني اللي هو مراتة لاعب صغير وشاب وأسباني والكل شاف هو شنو سوى مع ريال مدريد وأنا أعتقد أن رح يسوي نفس ما سوى مع ريال مدريد رح يسوي برشلونة عارف حق الأسبان وإن شاء الله قادر أنه يسجل هدف وغير عندك فيدال فيدال مقاتل في الملعب ماركيزي ومراوة هم مقاتل اليوف ينتلك عناصر برشلونة يختلف عن ريال مدريد برشلونة أقوى من ريال مدريد برشلونة اللعب الجميل اللي يقدم الفعالية الهجومية فعالية هجومية أفضل من ريال مدريد برشلونة 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 تتحدث عن رقم قياسي تتحدث عن هجوم لا يرحم برشلونة لن يرحم يوفنتوس هذه المبارات المنائية ما تعترف بالأرقام هذه المبارات المنائية لماذا نتابع كرة القدم؟ أليس للمتعة؟ أليس للمتعة؟ برشلونة يقدم المتعة بينما يوفنتوس يقدم الكرة السيئة يقدم الدفاع السيئة ويقدم الكرة لأرقام برشلونة لكن يوسف 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 أحمد يوسف فقط للإنصاف مرة تانية سنمزبع على التدخل حتى حتى الدفاع وفن الدفاع فن كما هو الهجوم فن الدفاع فن يمكن أن تستمتع بمباراة تنتهي بصفر صفر نعم اتفاع لكن السؤال لكن حسين حسين السؤال 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 هو تحدثت عن خطورة فريق برشلونة الآن بالنسبة لدفاع فريق برشلونة كيف سيتعامل مع خطورة تيفيز في هذه المباراة بالضبط؟ يوفنتوس لن يشكل أي خطر على برشلونة من ناحية الهجوم لن يشكل أي خطر وجود بكيه وجود مسكيرانو ونمامهم بوسكتس قادرين على إفشال أي محاولات للهجمات المرتدة ليوفنتوس برشلونة يقدم الوطع في كرة القدر حتى لو بيوقفون برشلونة كما قال اسمح لي كما قال اليوفيينتر كما قال كما قال امبراطور القرى التونسية من شوتها من تزديدة من رفعة اسمح لي اسمح لي كما قال امبراطور القرى التونسية طارق اذياب برشلونة إذا كان هناك في مستشفيات المرضى حطوا لهم مباراة ساعة ونص لبرشلونة خليهم يستمتعوا وعكيد أسبوع كامل المريض رح تستمتع مع نادي وفنتوس رح نستمتع كلنا في كيف سيفوز برشلونة رح نستمتع رح نستمتع باللقب الخامس الوعد 6-6 وانا شخصيا سلابة الدفاع الإيطالي رح تشوف قوة النص رح تشوف الهجوم على قدرة الفوز باللقب الخامس نحن نتمنى أن يكون الفوز من نصيب الأفضل لكن في الملعب في برلين ملعب الأول في برلين ليس يكون هناك حوالي 70 ألف متفرج ليس من المرضى لكن من كل فئات الكل سيتفرج على المباراة لكن التاريخ لا يذكر المتعة أنا أتحدث لا أتحدث هنا عن المفاتيح التي ستقود أي من الفريق للفوز باللقب هناك الكثيرون يتوقعون أن يسبب فريق يوفنتس لبرشلونة ما فشل فيه الكثيرون هذا الموسم أليس كذلك هذا السؤال أليس كذلك أحمد لا لا نعم الموسم هذا غير عن كل المواسم ووصل للنهائي وما رح يفرض فيه مفاتيح اللعب وصولكم للنهائي هو إنجاز بحد ذاته وفخر لكم منكم تكونوا وصيف لبرشلونة فخر لكم تكونوا وصيف لبرشلونة برشلونة الذي لا يقهر لا 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 ما رح يرضى بالوصافة الدور الإيطالي ضعيف دور الإيطالي ضعيف جدا ولا يوجد فيها أي منافسة يعني ميلا في ضايع الإنتر ضايع روما فريق عادي نابولي فريق عادي لا يوجد أي منافس لأي منافسة لأي منافسة لأي منافسة ومقف وايد أفريقيا الكل كان متوقع أنه أن اليوفي كان يطلع من المدري وصول يوفنتس للنهائي وحد ذاته مفاجأة وصول يوفنتس للنهائي وحد ذاته مفاجأة مناكل فرنسي وحشي لللقب إن شاء الله عذب يوفنتس لكن كيف استلعب أما برشلونا لا يوسف يوسف المباراة النهائية هي شيء آخر معادلة أخرى حسابات أخرى 2005 أكيد في 2005 2005 عندما لا يكون برشلونا حسابات أخرى 2005 ليفربول لم يكن محدودا لوصول المباراة النهائية لعبا مع إيسيم الذي كان له أفضل فريق 2005 فاز عليه ليفربول بركلة الترجيح في النهائية الكرة القدم هذه مباراة نهائية ممكن يفوز ليفربول وقتها فريق ممتاز فريق ممتاز 2005 2005 لم يكن ممتاز فريق العادي 2005 ليفربول كان فريق ممتاز كان فريق جد عادي مقارنة مع الأندية بالنهائي لا يوفنتس يوفنتس فريق القاب يوفنتس فريق عادي جدا فريق عادي جدا يوفنتس برشلونا سيفوز بنتجة كبيرة أيضا سيفوز برشلونا بنتجة كبيرة لتيجة كبيرة صعبة حتى جمهور يبنتس يخشى من مواجهة برشلونة يخاف تعتادون خوفا قبل فترة قبل فترة صرح إيقاف الثلاثي لهجوم برشلونة بمثابة تسلق جبل أحمد يوسف يوسف أنه لا يوجد توتر في مواجهة برشلونة الأعلام كلما صلت على برشلونة وهذا هو الصح يوسف برشلونة سيفوز باللقب كلام جميل الضغط الإعلامي برشلونة طول الموسم هو تحت الضغط الإعلامي لكن برشلونة يعرف كيف يفوز ويعرف كيف تخلص من بارين يونيس تخلص من منشستر سيتي وتخلص من باريس سان جيرمن أنت تخلص من أفريقا أنت وقف وياك الحظ في هذه المباريات ووقف وياك الإصابات برشلونة قدم ما يشفع له بالوصول النهائي لكن يوفنتس حظك مع اليوفنتس لإصابة كيليني أنت قاعد تفوز على الأفريقا القوية واللي لها وزن واللي لها ثقل عن طريق الإصابات غيره أنت مقادر وتوقف أي أحيان يوسف من فضلك دقيقة يوسف من فضلك بالنسبة لي يوسف كان من الأفضل برشلونة في نهاية 2010 لم يكن ألفس ولا بيدال برشلونة مهما كان الغائبون عنه يلعب ويفوز على 2009 على منشستر يونايتد برشلونة دائما يقدم برشلونة يفوز بجدارة ويفوز بالألقاب بجدارة ويقدم ما يشفع له بالوصول للمنصات التتويج فوز بكأس إسباني لم يكن بالحظ أو بالإصابات فوز بالدور الإسباني لم يكن بالحظ أحمد بالنسبة لك كانت جدا عادية بكأس إسباني بينما أنتم كيفونتس فوزكم بالدور الإيطالي مفروغ منه فوز لا يوجد ممافسه بالدور إيطالي فوز بكأس يا أخي كأس إيطاليا لاتسيو يا أخي كأس إيطاليا لاتسيو لاتسيو الفريق العادي شخصية بطل كان هو الأكدام يفوز على يومتس أي شخصية بطل أمام مترميل المتراجعين في السنوات الأخيرة هاي شخصية البطل أمام لاتسيو أمام روم الفريق العادية جدا يوسف في الى في change وصلت مستويات سيئة لكرة إيطاليا هذا هو شخصية البطل بس أمام برشلونة البطل هو برشلونة بالنسبة لك أحمد أحمد لو تسمح لي بالنسبة ليوسف كان على فريق برشلونة ألا يحزم حقائبه وأصلا يذهب إلى بيرلي لمواجهة فريق برشلونة فريق ضعيف فريق عادي لا يستحق أن يكون في النهائي أنت تعتقد للصراحة ليس أنت فقط وحدك لكن هناك الملايين يعتقدون بأن إذا كان هناك فريق ممكن أن يوقف برشلونة فهو فريق يوفينتوس الآن سؤالي ماذا عن الضغوط التي تمارس أو التي يشعر بها فريق يوفينتوس فريق لم يصل لمبارنياء منذ عدة سنوات هناك ضغوط يعرف أنه فرصة ممكن تكون أولى أو أخيرة بالنسبة لهذا الفريق لهذه التشكيلة كيف سيتعامل مع الضغوط نادي يوفينتوس قادر أن يتعامل مع هذا الضغوط عن طريق المدرب اللاعبين الخبرة أنت في هذه المباراة تحتاج إلى لاعبين الخبرة أي خبرة لاعبين المباراة النهائية مع مباريات نهائية صار لك عشر تسالي مش لاعب نهائي دورة أبطال كلهم لهم دور كلهم لهم دور وصلوا للمباراة نهائية وانا أتغبت أن بوفون متى آخر نهائي لعب يوفينتوس متى آخر نهائي لعب يوفينتوس في دورة أبطال أوروبا وطوعناكم ورحنا للنهائي لعبنا مع ميلان بس ما حلفنا الحظ اليوم سألتك 2015 2015 2015 2015 كل فريق يمر بظروف يوسف أحمد يوسف أعتذر يا أحمد أعتذر كما تعرف أن الوقت البرنامج جد قصر أقل من ساعة بقليل أشهركم جيدا على مشاركة في هذه الحلقة يوسف أبو حميد كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان شكرا لك وحد سعيد لفريق برسلونة أشكرا لك برسلونة بطل أوروبا أحمد حسين شكرا لك كنت معنا من العاصمة الكويتية وحد سعيد لفريق برسلونة وإن شاء الله إذن مشاهدين في حلقة الأسبوع القادم ننتقل من الملاعب كرة القدم إلى ملاعب التنس للمقارنة بين نجمين لا يمكن الحديث عن رياضة التنس في الألفية الجديدة دون الإشارة إليهما نجمان بأسلوبين مختلفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن فقط مشاهدين فقط لاستذكير نترجمة نانسي قنقر التي المقارنة بين الفريق برسلونة واليوفينتوس نتيجة النهائية كانت لحساب برسلونة بخمسة وستين في المائة مقابل خمسة وثلاثين ليوفينتوس بالنسبة للأسبوع القادم نادي الأمفيدير من الأفضل لاعب في لاعب تنس الجدل من طبيعة الحال يحسن هنا الخميس القادم اشتركوا في القناة